عشان نتابع مع بعض أخبار النادي الأهلي وكل فرق والمختلفة وكافة ما فيه من أنشطة مع زمننا العزيز فاروق صلاح مرسلنا الجميل المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة فاروق صباح الفل عليك متفضل احنا سمعينا صباح الفل يا كريم صباح الفل يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدين مشاهد ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان نحن متواجدين حاليا في استاد مختار التيتش وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي قبل التوجه والصفر إلى المغرب وبالتحديد كازابلانكا لمواجهة فريق كايزر تشيفز في المباراة النهية لدور أبطال إفريقيا إن شاء الله كل لعاب النادي الأهلي محملين بدعوات أكثر من 80 مليون أهلاوي داخل مصر وملايين الجماهير خارج مصر إن شاء الله لمسندة ومؤذرة لعاب النادي الأهلي في هذه المهمة اللي إن شاء الله لعاب النادي الأهلي هتكون على قدر المسئولية إن شاء الله قادرين على تحقيق البطولة العاشرة بمشيئة الله كريم إن شاء الله ومبدئيا كده يعني إيه الكلام اللي إنت ممكن تكون سمعته مثلا لو كنت صادت أي أحاديث جانبية بين اللاعبين الحالة المزاجية الحالة المعنوية حجم الثقة إنعكاس النتائج الإيجابية اللي طبعا شفناها والأداء الممتاز اللي شفنا من خلاله لعاب النادي الأهلي في آخر كم مباراة أكيد الكلام ده بيبقى له إنعكاسات وأياد بيضاء على الحالة المعنوية فأنت لمست ده بنفسك فاروق واضحة كريم إن أنت لمست نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للعابين وفعلا الحالة المزاجية والحالة النفسية للعابين في ظل الأداء الأكثر مرة للفريق في الفترة الأخيرة سواء مباراة سموحة مباراة المقاولون العرب مباراة المباراة الأخيرة أمام فريق مصر المقصة حالة التركيز اللي عند اللعابين أيضا إحساسهم بمهمة المباراة المباراة المهية أمام فريق كايزر شيفز المعنويات عند اللعيبة مختلفة للدنيا مرتفعة أيضا الجهاز الفني وحالة الثقة اللي عند مستر بيتسو موسيماني وجهازه الفني كابتن ساد عبد الحفيز مع اللعابين طبعا عقب المباراة الأخيرة مباراة مصر المقصة وفوز النادي الأهلي بربعية على فريق مصر المقصة مستر بيتسو موسيماني منح اللعابين راح لمدة 24 ساعة كانت بالأمس النهاردة الفريق خلاص بيستعد فلن صفحة الملف المصري والدوري المصري بنبدأ نفتح ملف الإفريقي والمباراة الأفريقية والمباراة مهية أمام فريق كايزر شيفز مستر بيتسو موسيماني في هذه الأثناء كان عقد منذ لحظات محاضرة فنية مع اللعابين للحديث على أهمية المباراة والوقوف على بعض الأمور يعني اللعابين خلاص هنقفل صفحة الملف البطولة الدوري المصري عندنا بطولة جديدة هننسى أن احنا حامل اللقب احنا مطالبين بطولة جديدة لازم نكون على قدر طموحات جماهيرنا وانحقق البطولة العشرة بمشية الله أنا عارف أن كلكم عندكم حالة من الشغف أن أنتم حققوا البطولة العشرة لكن أن الشغف عندنا أكتر أن أحقق البطولة التانية لي على التوالي مع النادي الأهلي طبعا على هامش هذا الأمر يعني وإحنا بنتكلم على البطولة الأفريقية طبعا الاتحاد الأفريقي بيخطط إن شاء الله أنه يكرم النادي الأهلي على هامش المباراة مباراة كايزر تشيفز اللي تقام في المغرب بكازابلانكا لأن يعني باحتفال بليوبيل الفض لدور أبطال أفريقيا مع تعديل مسماء الجديد والنادي الأهلي كأكثر الأندية اللي توجد بدور أبطال أفريقيا بالمسماء الجديد بسبع بطولات طبعا ويسبقهم بطولتين بطولتين 82 و87 لكن النادي الأهلي على هامش المباراة الأفريقية والمباراة مهية أمام كايزر تشيفز هيتم تكريمه على هذا الأمر خلينا أقول لك برضو كريم الحالة النفسية عند اللعبين اللعبة خلاص في حالة من الحالة المزاجية الأمور مرتفعة في تركيز شديد من اللعبين مستر بيتسو موسماني زي ما قلنا بيعقد المحاضرة مع اللعبين طبعا هو خلال يعني اليوم الأمس يعني اللعبة أو الجهاز خدوا راحة مستر بيتسو موسماني اجتمع مع موسي ويوشا محلل الأداء وتفرج على أغلب الفيديوهات وأغلب المتشاط الخاصة بفريق كايزر تشيفز وقف على نقاط القوة والضعف بفريق كايزر تشيفز وبالتالي هيبدأ يخطط بقى إزاي مواجهة فريق كايزر تشيفز في هذه المرحلة المقبلة طبعا فريق مش عايزين نحن ننوه لنوطة إن الجماعير تستسهل فريق كايزر تشيفز وديه من الأمور اللي كان بيركز عليها الكابتن ساد عب حفيز في كلامه معنا أو الكابتن سامي أمسوان أو المستر بيتسو موسماني إن فريق طالما وصل للمبارنة فريق كبير جدا على قدر الأهمية فريق النوة لازم يتعمل له ألف حساب وديه النقطة المهمة جدا اللي بيركز فيها لعبة النادي الأهلي خلال لحظات يا كريم هينطلق تدريب النادي الأهلي عايز برضو أطمنك على الحالة الطبية للعبين إن شاء الله يعني سلبية مسحة لعبة لعبة النادي الأهلي اللي كانت أجريت معذرة كانت أجريت أجريت للعبين والأفراد الجازي الفني إن شاء الله الأهلي كامل العدد هيتوجه إلى المغرب إلى كازابلانكا إن شاء الله الفريق هيتمرن تدريبه اليوم على السيد مختار ثم هيتوجه لمطار القاهرة الاستقلال الطائرة ومنها التوجه إلى كازابلانكا إلى المغرب هيكون الصفر في تمام الساعة الرابعة عصرا بمشية الله إن شاء الله لعبة النادي الأهلي تكون على قدر المسئولية ويحققون البطولة بمشية الله طيب يعني فاروق طبعا أنا بصبح لك مرة تانية وخليني أعرف أنت هتكون مع البعثة ولا لأ وفي نفس الوقت أنت اللي هتغطلنا من هناك علشان بس بردو نبقى عارفين لا بإذن الله الزميل العزيز كريم أحمد يعني إن شاء الله أيقونة التفاؤل وإقونة السعادة في النادي الأهلي زميلنا العزيز كريم أحمد إن شاء الله يكون موجود ويرجعوا مكلاليلي إن شاء الله بالانتصار كريم يا نهواند يكون موجود معاكم إن شاء الله على مدار التغطية إنه يغطي رحلة النادي الأهلي إلى المغرب وإن شاء الله زي ما رجعونا ببطولة السوبر من قطر بمشيئة الله يرجعونا بالبطولة العاشرة بمشيئة الله من كازابلانك إن شاء الله وحنتبع مع زميلنا العزيز ومنشكرك جدا عن التغطية دي يا فاروق شكرا أنا بقى حاجي لك النادي كانت شوية يستنيني شكرا لي طيب ربنا يطمنوا والله كلام جميل وكلام مشجع وربنا إن شاء الله يعني يكرمهم يوصلوا بالسلامة بإذن الله ويعودوا سالمين غانبين منتصرين ومحملين بالنجمع العشرة أنا نفسي نيجي يوم الحد ونقول صباح النصر إن شاء الله بجد يعني دي أمنية إن شاء الله تحضر